السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخبار النادي الاهلي صباح اليوم الخميس الموافق واحد من اغسطس الفين اربع وعشرين واخبار مسيرة صباح اليوم نبدأها بالعنوين حكم مباراة الاهلي والبنك الاهلي في الدور المصري وحكم فاسد على الفيديو كلر يعلن قائمة الاهلي لمواجهة البنك الاهلي وملامح تشكيل النادي الاهلي الاهلي يجاهز مفاجأة قوية للهلال السعودي في الصوبر السعودي وإقالة جوزي جوميز من تدريب الزمالك موعد فتح باب القيد وإلغاء كأس مصر وموعد مباراة عمر عصر اليوم وبطل السويد في ربع نهائي تنس الطولة في أولمبيات باريس الفين أربعة وعشرين وفي البداية ما ننساش نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة يستعد النادي الاهلي مساء اليوم الخميس الموافق واحد من أغسطس لمواجهة نظير البنك الاهلي ضمن منافسات الجولة اتنين وتلاتين من عمر بطولة الدور المصري الممتازة وقد أعلنت لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري عن طاقم تحكيم المباراة بقيادة أمين عمر حكما للساحة ويعاونه كل من يوسف البسطاوي وإسلام أبو العطى ويتواجد أحمد ناجي حكما رابعا على تقنية الفيديو الحكم المسير للجدل عمر الشناوي وأحمد صلاح تبدأ المباراة الساعة تسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية وتزاع عبر قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري للدور المصري وقد أعلنت السويسري مارس الكولر قائمة الفريق لمواجهة البنك الاهلي اليوم في الجولة اتنين وتلاتين في حراسة المرمى محمد الشناوي وشوبير والزنفلي في الدفاع ياسر إبراهيم وكريم فؤاد ومحمد هاني خالد عبد الفتاح رامي ربيعة عمر كمال عبد الواحد في خط الوسط أكرم توفيق إمام عشور أفشة رضا سليم مروان عطية كريم ندفد محمد عبد الله أكرم توفيق أحمد عبد القادر إمام عشور وفي خط الهجوم ويسام أبو علي ومحمود كهرباء وتم استبعات كل من محمد عبد المنعم حمزة علاء للمتخب الأولمبي عمر السولية للإصابة وعلي معلول أيضا طاهر محمد طاهر للإصابة كريم الدبيس في المتخب الأولمبي مع أحمد نبيل كوكا مصطفى مخلوف وبرسي تاو ومحمود متولي كل التوفيق النهاردة إن شاء الله للنادي الأهلي من المعروف أن النادي الأهلي يحتاج سبع نقاط فقط للتتويج ببطولة الدولة المصري مباراة النهاردة مع المقاولون العرب ثلاث نقاط إن شاء الله وثلاث نقاط مع المقاولون العرب ويكفي التعادل مع اسموحة لتتويج النادي الأهلي إن شاء الله هناك بعض الأنباء حيث أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي رفض في التفريط في محمد مجد أفشة بعدما تلقى اتصالات من بعض الوسطة البتعض الوسطاء لضمه لأحد الأندية السعودية بسبب ضعف المقابل المادي بالإضافة إلى رغبة كولر في بقائه وقال محمد شبانة إن رضا سليم أيضا لن يرحل عن الأهلي وكولر أيضا متمسك ببقائه واللاعب بدأ يظهر بشكل جيد في الفترات الأخيرة وفي المباريات الأخيرة وأن كل ما يقال عن تهديد مارسل كولر بالتهديد بعدم الاستمرار مع الأهلي أمر غير صحيح أخبار مضروبة المدرب السويسري متمسك بالبقاء للأهلي وأعلن من قبل رغبته في استكمال مسيرته لأن مارسل كولر في كل فترته لم يأخذ بطولات مثل ما أخذ مع النادي الأهلي قد يقول لديه حالة ضيق بسبب عدم حسم الصفقات لكنه سعيد في النادي الأهلي وبالبطولات التي يتوج بها مع النادي الأهلي كولر يريد ضم لاعب خط وسط وظهير أيصر ومهاجم أجنبي آخر بجانب وسام أبو علي وكذلك جناح آخر في ظل تراجع مستوى بيرسي تاو نترك النادي الأهلي ونعود لنادي الزمالك وإقالة جوزي جوميز من تدريب الزمالك هذا ما كشفه أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عن رحيل البرتغالي جوزي جوميز المدير الفني لفريق الزمالك قال أحمد سالم في تصريحات تلفزيونية أن ما يفكر به المسؤولون داخل نادي الزمالك الآن هو سداد مستحقات اللاعبين ومكافأة الكنفدرالية التي كان من المفترض كانت تسدد بدلا من دفع غرامة خالد بوطيب واستخدامات أخرى الآن يوجد خطة في نادي الزمالك للتطوير سيشعر بذلك في الفترة المقبلة كل ما يقال عن حقيقة رحيل جوزي جوميز هذا كلام غير صحيح ليس هناك صحة لإقالة جوميز أو رحيلة عن تدريب الزمالك يوجد فريق كامل من أعضاء مجلس الإدارة يبزلون مجهود كبير في أعادة هيكلة فرق الصالات بالكامل في النادي وبالنسبة للموضوع وصل لمرحلة مستفزة أشعر وكأن زيزو هو الذي يلعب في الأولمبياد وليس منتخب مصر يوجد تركيز شديد معه وهو من المفترض هي لعبة جماعية كان من الممكن لزيزو أن يعتذر مستر كاسيرين الذين اعتذروا ولكن هو استجاب المهمة وطنية كلنا شهادنا فيديو زيزو مع اللاعبين ودوره القيادي ونتمنى الانتماء وندعم منتخب مصر ونترك زيزو في حاله هذا ما قاله المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك أحمد سالم عامر حسين يحدد فتح موعد باب القيد ويلمح لإلغاء كأس مصر هذا ما أكده عضو مجلس إدارة انتحاد الكرة عامر حسين أن الفرق التي تشارك في كأس الصوبر المصرية هو بطل الدور المصري وكأس مصر وكأس الرابطة والشركة الراعية تختار أحد الفرق قال عامر حسين في تصريحات له لن يتم فتح تسجيل القوائم للأندية إلا بعد انتهاء الدور وكأس مصر وأصبح شرطا أساسيا إنهاء البطولات المحلية لفتح قائمة الموسم الجديد وفي الموسم الماضي كان هناك استثناء من جانب الاتحاد الدولي وحتى الآن لم يصدر قرار بإلغاء بطولة كأس مصر والأمر يرتبط بالشركة الراعية كما أشار عامر حسين إلى أنه لن يتم فتح باب القيد قبل إنهاء البطولات المحلية سواء دوري أو كأس مصر وإلغاء بطولة الكأس سيكون خسارة مالية كبيرة وهو من أحد الموارد المالية وإما أن يتم إقامة كأس مصر قبل يوم 2 سبتمبر وإلا سوف يتم إلغاء البطولة تماما كما أوضح عامر حسين لا بد أن يكون هناك اتفاق بين أكثر من جهة من أجل الاتفاق على هذا الملف لا يوجد عندي شيء أتحدث به لا بد من وجود اتفاق حول المواعيد المناسبة لبطولة كأس السوبر المصري خصوصا في ظل وجود أجندة دولية لمنتخب مصر لا بد من الاستقرار بشكل رسمي بين رابطة الأندية وفرق الدوري حول شكل المسابقة في العام الجديد من المحتمل أن يكون هناك مجموعتين للدوري حتى ينتهي الدوري في شهر يوليو المقبل عام 2025 نعود إلى باريس وموعد مباراة البطل عمر عصر وبطل السويت في ربع نهاية تنس الطولة في أولمبياد باريس اليوم حيث يستعد عمر عصر لاعب تنس الطولة المصري لخوض مباراة قوية في دور ربع نهاية منافسات اللعبة في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس يلتقي عمر عصر بمنافسه ترولز مورجارد بطل السويت في نهاية منافسات تنس الطولة في أولمبياد باريس اليوم الخميس تقام مباراة عمر عصر مع ترولز مورجارد بطل السويت اليوم الخميس الساعة عشر مساء بتوقية القاهرة وتزاع عبر قنوات بي أنسبورد وقد تأهل عمر عصر إلى ربع نهاية لعبة تنس الطولة في أولمبياد باريس عقب فوزه على منافسه الكازاخستاني وفي دورة الست عشر ويتطلع عمر عصر إن شاء الله لكتابة إنجاز جديد في منافسات تنس الطولة فرد رجال في أولمبياد باريس بالوصول إلى الدور نصف النهائي بتجاوز منافسه السويدي مورجارد من المعروف أن عمر عصر في تصنيفه رقم 16 عالميا أما بطل السويد فبطل السويد في رقم 19 عالميا يعني المفروض عمر عصر أفضل في التصنيف من بطل السويد اللي هو مورجارد دوة اللي هيلعب معه عمر عصر النهاردة إن شاء الله الساعة عشر مساء نشاهدها جميعا على عبر شاشات قنوات بي أنسبورد المباراة ستكون قوية وحاسمة للوصول إلى النهائي إن شاء الله وفي النهاية أشكركم وتحيات لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته